السلام عليكم معكم يوسف غراب النهاردة هشرح لكم ازاي ان احنا نستخدم جي ار بي ال على البورد باردوينو نحن نعمل بي سي ام سي او نحن نعمل تري دي برينتر وان هو اداة مفيدة جدا لنا ان احنا نستخدم اردوينو ان هي تبقى كجي كود انتر بريتر اول حاجة عاوزين نعملها ان نحن ننزل جي ار بي ال فحنا هندخل على اللينك دوت ده المعقل بتاع ال جيت هب هو دوت بترفع عليه اي كود فور فري اهو جي ار بي ال زي ما تشايفين هو نستخدم في نحن نعمل سيني سي بروجيك او نحن ممكن نعمل تري دي برينتر ونحن نحول الاردوينو الى جي كود انتر بريتر وفي كذا ذا ار ب برينتر وفي كود اللي نرفعه على الاردوينو وهو في 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 وووينت ايات وفي الفرق ان بين النقلة كبيرة لبين ايات و op.9 من او عالة البوت ريت زي ما اتوا شايفين اول حاجة هننزل الكود عشان نرفعه على الاردوينو حنحطو ثاني حاجة هنعملها ان احنا هنروح على ننزل حاجة اسمه اكسلودر ده اما هو الا زي الاردوينو اي او ان احنا بنرفع به الكود من الكمبيوتر على الاردوينو عشان يبقى موجودة على الاتي ميجا لاردوينو فاحنا هنروح على الاردوينو وننزله من هنا اكسلودر ونعمل سيف لينك از وننزله اكسلودر تمام ثالث حاجة احنا نحتاجين ان احنا يبقى عندنا سندر للجي كود من الكمبيوتر للاردوينو فاحنا عشان نعمل حاجة ازا كده في عن نزل برنامج اسمه يونيفرسال جي كود سندر برضو اللينك موجود في الاردوينو بقيته موجودة على جهب زي ما تشايفين وهننزل هننزل اي version احنا عايزين 1.0.9 او 1.0.8 زي ما اتعايزين ونعمل سيف از لينك ونعمل له سيف تمام بعد ما احنا نزلنا الحاجات داية هندخل على اول حاجة نرفع كود على الاردوينو اول حاجة هنفك الضغط بتاع الاكسلودر نعمل اكستراكت ونخش عنده نعمل نفتح الاكسلودر نختار الملف اللي احنا نزلناه وبالنسبالي هيكون على حطه على بسكتوب ونختار اي version احنا عايزينه او 1.9 زي ما احنا عايزين ونعمل الابن ونختار الابن ونختار الكم اللي عليها الاردوينو وبالنسبالي هيكم 3 ونعمل ابلود زي ما تشايفينه بيعمل ابلودينج وزي ما تشايفين في الفيديو الاردوينو بتقلمت شغاله التي اكس واركس زي ما تشايفين ترفع الكود على الاردوينو كده احنا خلصنا نص المشوار بعد كده عايزين نبعد بقى كود على الاردوينو نعمل نفتح ونختار الكم اللي احنا نشغلين عليه نختار البرنامج اه الاعلى واحد اللي هو موجود زي اللي احنا نزلنا ونعمل اوبن زي ما تشايفين الاردوينو بدأت تشتغل وبدأ ان هو ارى عندنا اول حاجة احنا عايزين نعرف البرنامج فاحنا ندوس دولار سينز وندوس انتر زي ما تشايفين بيقولك الستيب وستيب ايدل ديلاي وهنقدر هنا من اول مية الاردوينو 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 تمام بس كده كان اول فيديو ازاي ان احنا نحط الاردوينو الاردوينو ان احنا نستخدمها شكرا للاستماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته